مرحبا متابعينا هل النزيف في الحمل طبيعي؟ الجواب لا الأصل في الحمل لما يصير والست إنها أول علامات الحمل بتكون إنها ما إجت الدورة الشهرية فبتلاقيها بعد يومين ثلاثة بتستنى إذا ما إجت الدورة الشهرية بتعمل فحص حمل وبكون إيجابي فمن هاي الساعة لغاية الولادة الأصل إنه الست ما يصير عندها نزيف هلأ إذا صار في الأسبوع الأولى إيش ممكن تكون علامته؟ ضرورة جدا أول شيء ننتأكد من الحمل إذا ما كان في داخل الرحم أو لا سمح الله حمل خارج رحمي هاي من الشغلات اللي جدا مهمة وخاصة إذا تصاحبت في بعض الآلام في البطن فأول شغلة بتسويها الست إنها بتروح تشوف طبيبها وبتعمل سونار السونار كتير ممكن إنه يفرق بين الاثنين وكتير من الأوقات في أول زيارة أو إنه يثبت إنه البيبي في داخل الرحم الأمر الثاني اللي ممكن يصير فيه نزيف في الأشهر الأولى من الحمل وخاصة إذا كنا عارفين إنه السونار أثبت وجود الحمل داخل الرحم ممكن يكون لا سمح الله ضعف في الحمل أو أي أمور أخرى هلأ حتى لو نزيف بسيط كتير والسونار أكد إنه البيبي داخل الرحم وإنه النبض موجود هذا لسه منسميه علمية منسميه ثراثن مسكاريج يعني إنه فيه خطور عن الحمل إنه يصير فيه إجهاض ترتفع عملية الإجهاض أو نسبة الإجهاض قليلاً عند الستات اللي صار عندهم نزيف في الأشهر الأولى مقارنة بالستات التانية اللي ما صار عندهم نزيف طبعاً فيه عملية الإختلاف بين دم الست ودم البيبي اللي بتكون مثلاً إذا كانت دمها سلبي والبيبي ما بنعرف طبعاً لسه في أول أسبوع من الحمل مش مشكلة لكن بعد الأسبوع التامل فما فوق إذا صار عندنا نزيف إحنا وخاصة إذا مثلاً نحوالين إلى 12 أسبوع إذا كان نزيف كبير من صح أنها تأخذ إبرة الأنتي دي اللي بنسميها هاي كتير مهمة حتى إنه لا سمح الله ما يصير مضادات من جسمها تهاجم دم البيبي هذا بالنسبة للنزيف أول الدم خلال الأشهر الأولى من الحمل الأشهر الأخيرة أو مثلاً من 20 أسبوع وفوق في الحمل الأسباب بتكون عادةً مختلفة الأسباب أكتر شيء من خاف أنه أن تكون التصاق المشهيمة في الجزل السفلي من الرحم اللي بنسميها في اللغة الطبية بلاسنتا بريفيا هاي الحمد لله مش كتير شائعة لكن ممكن إنها هاي أي نزيف بعد العشرين أسبوع ممكن إنها نشك إنها تكون المشهيمة ملتصقة بالأسفل السونار كتير منيح إنه يعرف وين بالضبط المشهيمة إذا كان مثلاً فيه نزيف بس المشهيمة كانت بعيدة عن المنطقة السفلة الرحم نكون نتطمنين إنه ممكن نلاقي سبب ممكن لا لكن نكون نتطمنين عن المشهيمة فهاي مهمة جداً إنه إذا صار معك شيء نزيف بعد العشرين أسبوع إنك كمان تراجع طبيبك وتعملي سونار تشوفي تطمن على البيبي تطمن على وضع المشهيمة بالنهاية الدم اللي بينزل ما قبل الولادة يعني لما يكون مثلاً دخلت بشهرها التاسع هذا الدم عادةً ما بيكون كتير بيكون إحنا بنسميه بلود شو اللي هو شوية مخاط مخلوطين في دم بيطلعوا بنسبة قليلة إذا كان نسبة الدم كبيرة أحمر فيه كتل هذا ممكن يكون مرضي ممكن يكون فيه خطر لا سمح الله على حياتك أو حياة الجنين فلازم بالضرورة أنك تشوفي طبيبك بطريقة سريعة أتمنى لكم السلامة وأهلا وسعلا فيكم وذي وذي شيء من كل شيء